وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتباة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيادة من السلع الرسمية هيث تمكنت من ضبط 362 قضية تمونية مستندية وعينية خلال 24 ساعة بمضبطات بلغت أكثر من 295 طن من المواد الغذائية هذا وضبطت أجهزة الوزارة قرابة 118 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة إلى جانب ضبط قرابة 172 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والباية بأزيادة من السعر الرسمي للأرز الأبيض وضبط أكثر من 5 أطنان في مجال الباية بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 377 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 108 قضايا خبز ناقص الوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للموصفات فضلا عن ضبط ثماني قضايا في مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف بموضوطات بلغت قرابة 65 طن